بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد رجب بفيديو جديد هل النهاردة مفيش حاكم شرعي على وجه الأرض؟ في اعتقاد كتير من الناس إن الحاكم الشرعي هو الحاكم اللي لابس العمامة واللي قعد على العرش بتاعه واللي هو كل الولايات الإسلامية تنضوي تحت لوائه اللي هو يعني الخليفة الإسلامي لما يكون فيه خلافة إسلامية ويكون فيه خليفة إسلامي هو ده الحاكم الشرعي اللي بقى تنطبق عليه مصوص السمع والطاعة بعدم الخروج على الحاكم إنما النهاردة كل الحكام الموجودين ليس لهم ولاية شرعية لأنه هم مش حكام شرعيين هل الكلام ده صح؟ هل فعل ما فيش حاكم الشرعي على وجه الأرض؟ تعال عشان المسألة دي خطيرة نشوف كلام أهل العلم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بجزء الثامن صفحة اتناشر بتصرف يعني عشان نفهم الكلام الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة اللي هو الإمام الخليفة الواحد للمسلمين كلهم ده انقرض من زمان طويل ومن عهد أمير المؤمنين عثمار بن عفان والأمة الإسلامية بدأت تتفرق فابن الزبير في الحجاز وابن مراوان في الشام والمختار وغيره في العراق فتفرقت الأمة طيب لما تفرقت الأمة وصار لكل واحد ولاية وصارت كل ولاية لها حاكم مستقل عملوا إيه المسلمين فتفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاع لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة يبقى حاكم في مكان معين لسلطة أو السلطة الكبرى في الدولة أو في المكان ده ده هو ده الإمام الشرعي والحاكم الشرعي وإن كان عنده بعض المخالفات كما جاءت النصوص إنما تقول لأنا مستنى الحاكم الواحد للمسلمين كلهم عشان أسمع وعطيع إبقى ده كلام باطل وإنت كده ملكش ولاية شرعية بص كلام الشيخ ابن وطايمين أو إنت كده ملكش إمام شرعي أو بيعة وده نقطة في مدى الخطور بص كلام شغلنا عشان أسمين تكملته وبهذا نعرف ضلالة ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد نسأل الله العافية ده كلام الشيخ ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم أم يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية خلي بالك أيها المسلم أي أن كان موقعك أنت مسلم في دولة مسلمة عليك حكم مسلم له بيعة يعني سمع وطاع في المعروف حتى لا تموت كما كان يموت أهل الجاهلية قال عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية تقول إلا حديث صحيح بس ما فيش إمام شرعي قلنا كلام ده بدعة وكلام ضلال لكن أي حاكم مسلم صار له استتابة الأمور بقى حاكم شرعي له سمع وطاع في المعروف وعلى فكرة كلام ده تقريباً اللي قاله كلام الشيخ ابن عثيمين تقريباً اللي قاله الأمير الصانعاني في سبل السلام من جزء الثاني سبحان ثلاثماء باع سبعين الشوكان في سلي جرار جزء الرابع صفحة 481 و 482 دعموا الفيديو بشير ولايك وكميت وشراك في القناة أشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم